تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجاسيمة وجرائم الحرب التي يرتكبها عناصر الفصال التابعة لها في الأراضي التي تحتلها شمالي سوريا بهذه العبارات اختصرت منظمة هيومون رايتسووتش ما يجري في الشمال السوري المحتل من جرائم حدثت وما تزال تحدث تحت سمع وبصر العالم وفي تقرير جديد لها ذهبت رايتسووتش أبعد من ذلك وقالت إن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات بل يتحملون المسؤولية بوصفهم سلطة الاحتلال وفي بعض الحالات كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة فيما تسميه تركيا منطقة آمنة المنظمة الحقوقية سندت في تقريرها على مقابلات مع 58 شهدا من ضحايا وناجين من الانتهاكات وأقاربهم موثقة عشرات الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي والفصال الإرهابي التابع له من اختطاف وقتل وتعذيب واعتداءات جنسية وغيرها خاصة بحق المدنيين الكرد في المناطق المحتلة لاسية مع فرين وريفها التقرير تحدث كذلك عن النهب والاستلاء بالقوة على مئات المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية للمدنيين الكرد في المناطق المحتلة ونقل التقرير عن شخص كان يقيم هناك أن كل ما فيها يتم بقوة السلاح المنظمة نقلت عن رجل إيزيدي نازح من رأس العين سريكاني أن أصعب شيء بالنسبة له وقوفه أمام بيته دون أن يتمكن من دخوله ونقلت المنظمة عن الشهود حدوث مئات عمليات الاختطاف لمدنيين بالمناطق المحتلة لاسية مع فرين ورأس العين سريكانيه مشيرين إلى أن الفصال الإرهابية كانت تفرج عن المختطفين بعد الحصول على فدة مالية بآلاف الدولارات انتهاكات وجرائم طالت عشرات النساء الكرديات اللواتي تعرضن بحسب رايتس ووتش للاعتداءات الجنسية على يد الفصال الإرهابية بالمناطق المحتلة لاسية مع فرين ولافت تقرير منظمة الحقوقية أنه بعد تهجير السكان الكرد إثر الهجمات العسكرية للاحتلال التركي والانتهاكات على يد الفصال الإرهابية وطنت تركيا المئات من عوائل الفصال الإرهابية وأخرى نازحة من مناطق سورية أخرى كالغوط الشرقية وحمص في منازل المدنيين المهجرين ما يعطي مثالا واضحا على مخططات لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة وإضعاف وجود الكرد هناك وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق المحتلة شمالي سوريا وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب فيما اعتبر مراقبون أن ما جاء بتقرير منظمة هيوم الرايتس ووش فرصة لإزالة الغشاوة عن عيون العالم المتحضر الذي يقولون أن مقارباته للملفات الدولية اليوم تتسم بالانتقائية والزواجية المعايير وما استمرار الاحتلال والاستيطان والعدوان المستمر على البنية التحتية في الشمال السوري إلا صور جديدة للانتهاكات والجرائم بحق السوريين الذين خرجوا يوما مطالبين الحكومة السورية بالحرية والكرامة فاستضموا بقوى خارجية وعدتهم بالخلاص لكنها خذلتهم عند أول امتحان وبعت قضيتهم في بازارات المصالح الدولية لمن يدفع أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر